اشتركوا في القناة 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 مع ميثاق العمل الوطني نقلة نوعية وحضارية للبحرين عزفت فيها الحريات ومختلف انواحها وتعمقت فيها دور المشاركة الشعبية في مسيرة بناء الوطن وازدهارة وطبعا عبر عديد من الخطوات ذكرت منها انتو الكثير انتقلنا بها كوطن من مرحلة الى مرحلة جدا متقدمة بالنسبة للعملية الديمقراطية يعني الميثاق العمل الوطني كان تطور حضاري وعصري وضع مملكة البحرين على طريق المستقبل المشرب وسيظل طبعا ذكرى هذا اليوم واقراره فرصة جديدة لنا احنا ان احنا نجدد فيه العهد والولاء للقيادة والوطن وطبعا سنستمر في مسيرة النماء بالنسبة للوطن بإذن الله وماضين بهذا الطريق حتى نستطيع ان نحقق في السلطة التشريعية بالتنسيق والتعاون مع السلطة التنفيذية كل ما يطلع اليه المواطنين من خير في مختلف المجالات فالعمل يعني الميثاق العمل الوطني من خلاله ومن خلال تشكيل هذه السلطة التشريعية بمجلسيها ومن خلال التعاون بين السلطة التشريعية والتنفيذية نرى بان شاء الله كل هذه الجهود متكاسفة متكاملة نستطيع ان نحقق الكثير ومما يعني يسبو اليه المواطن البحريني وما هو في صالح المواطن والوطن ان شاء الله نعم معالي السيدة فوزية بنت عبدالله زينال رئيسة مجلس النواب جهودكم مقدرة وواضحة في إثراء مسيرة العمل النيابي البرلماني وتعزيز تجربة ميثاق العمل الوطني في مملكة البحرين معالي الرئيسة كنت معنا ضيفة كريمة في نشرة الأخبار شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك شكرا جزيلا لك